بقاو كي هضرو في مواضيع مختلفة حتى يلقاش من وقيدها وناد الصخر بغا يمشي في حاله خرجوا من المكتب ورقاو رقاو وإيلاف قالسين في الجردة توجه عند إيلاف وشد من عندها الطفل سغور فنيكيش عنده تلت سنين هزو بقا كيلعم معاه كيلوحوا الفوق ويعاود يشدو والولد بغا يتصطى بالضحك عاجبوا الحال وهي تقول إيلاف صخر عندك يتقيا عليك راه عاد واكل شدو وباسو من حنيكاتو ومدو لها وصلنا معلها رقيا وقال الوالدة هانا مشيت قالت رقيا الله يرضي عليك أولدي ما تعاودش تغبر إيلا ما عيتنا عليك ما تجي ما عرفتش علاش ما ترجعش تعيش في داركم وانت عازل علينا صخر قال هاد الموضوع راه درنا فيه أنا كالقاه راحتي بوحدي والخدمارها مزيرة فيش كنكون مسالرة كندوس يلا الله يعاونكم هات الساعة هو يقول سيراج باللاتي نقول لك شي حاجة قرب ليه عنه وصخر دفعه وقال ليه ايش هاد تبرهيش؟ هو يقول سيراج بغيت نعنك خويا صغير فيها شي حاجة هادي قال ليه صخر وبعض مشه صخر وخلاهم كي يضحكوا عليه عارفينو ما عزيش عليه داك شي ديا المحبة الزايدة والتعناق داك شي علاش دارها ليه سيراج عن قسط ركب صخر في الطموبيل ومشل شقا ديالو فاقت غهدير من النعاس معطلة اليوم ما خنته ماش مشات للحمام وقضات حاجتها وغزلات وجهها ومشات للكوزينة ودارت فطورها وقلسات كتفطل وتفرج شوية سرحيت وجه في بالها المنقف اللي طاليها في الطوبيل والغريب اللي بقدها من دوك الدراري تفكرات عينيه اللي بقاوا محفورين في ذاكيرتها وريحته اللي تغلغلات في نيفها جاه بحال شي بطل خارق خارج من القصص ضخم وطوين بالت كيف لكم يشق قدامه ضربات شبهتها على الأفكار الطفولية اللي جاتها ونفضت رأسها من هاد الأفكار ونهضت جمعات الطبلة ودخلات لبيتها الزيت الباستي وتسرحات فوقنا مسيتها وحطاتوا على رجليها خداما فيه حتى حياته ستاته ونفسات هادي هي حيات غدير إلا ما كانتش خداما نهار عطلتها قد تقلس في الدار بوحدها ما عندهاش صحابات تخرج معهم وتجمع معهم على الدراري يتعاودوا بيناتهم وكلها وحدة تعاود على صحابها ولا الشخص اللي كيعجبها عمرها معاشت هاد الأجوام فتات في سن 22 سنة فريعان شبابها من عازلة وما لاقياش اللي مد لها إدو يخرجها من هاد الوحدانية حتى العائلة ما عندهاش خلاوها واحد مورة واحد الشخص الوحيد اللي كيونسها وكيشكل النور في حياتها هو سيف كتعتبروا صديق أو أكتر من صديق مشاعرها اتجاههم لخبطة هي براسها ما عارفاش باش كتحس من جهته ولكن كتفرح بوجوده جنبها وديما واقف معاها أفصالة الرياضة اللي كانت مليئة بأشخاص كيترينيو نساء ورجال كله وأشاد جهة الحديد كان معلق في الحديدة طالح هابط بسلاسة والعرق نازل مع ظهره كمل وهبط هز الفوطة وتم غادي غير مبالي ببنادم اللي حاضيه شحال من وحدك تتعوج في وقفتها وتتصرف بإغراء لعله وعساء يلاحظها ولكن وعلي داز من حداهم بحالينا ما كينيش ومشال الدوش ودوش والبسح ويجوه وخرش وغادر النادي كان غادي في الطريق احتجاه تيصان جاوب وهو يزير بإيديه على الفولون وزايد السرعة ومشا طايل خرج على المدينة وبقى غادي في الطريق الصيار حتى وصل للمكان كان القنت عامر بوليس متوقين البلاصة نزل صخر من الطموبيل وقرب كي يستكشف المكان كانت بحيرة بجنب غابة كتيفة الأشجار لمشا ديري كتدخل المكان المطوق وكتبان ليه سيارة فاخرة واقفة جنب البحيرة تاجع ناحيتها وعارف اش كاين تم معي الباب اللي حدا السائق مفتوح وراجل ممدد عامر دميانز افهم البلاندغية ظير على ايده وعرقوة نفخه ووجهه والأحمر وهو ووقف كي يشوف البوليس جافوه في كل حالة وبعده حتى حد ما تجرأ يجي جيهته حتى جا عمر وقف جنبه بدون كلام وهو ينطق صخر قال نفس الجريمة قال ليه عمر ويا الشاف وهو يقول صخر نفس القاتل عمر قال حتي مال ما زال ما مأكدينش صخر قال له شكون بلغ وهو يقول عمر جوجر جعل جاو كي سيدوه في هاد البحيرة وشافوا اللوتو وقفه قربوه باللي هم بنادم عاين في دماياتو واتاصلوا بالبوليس نهد صخر وقال ديروا ختمتكم وتحرقوا مش اطلع للطوموبيل وكسيرة طاية كانت قالسة في المكتب ديالها خدامة في البسي سمعات الضحك ديال شي بنت وهي تهز راسها كتشوف بانت لها موظفة معاهم في المجلة قالسة فوق المكتب ديال السيف كتهضر واضحك معاه وحتى هو مندامج معاها وكيدحك غادير مع جبهاش وديكوه وهي تدور راسها وكملات خدمتها احتشافتهم ناضو بجوج كتشوف فيهم بنصعين قبل ما تعيق بان لها سيف هز الكاميرا ديالو اللي ما كتفارقوش وديك البنت كتتعوج وجارها من ايدو غير بان لها شاف جهتها وهي تحضر راسها سيف وقف عليها وقال غادير يالله معانا تغدى ومجموعين هزات راسها وشافت فيه وشافت في البنت واقفة موراه كتخنزر فيها وهي تقول اه؟ اللا غير سيرو انا ما زال مسالية هادشي اللي في ايدي قال سير وغير زيدي حتى انا رجعو وكمليه ما غاديش يهرب غادير قالت هم؟ ما فياش الجوع غير سيرو ابغاي جاوبها وهي تجرو ديك خيتي قالت يالله قالت ليك ما فيهاش الجوع راه الشي لك تسنى فينا قدام الباب تحركو وخرجو من المكتب وغادير نزلها الدمعة على خطها فرحات حي تعرضها تمشي معاهم ولكن تفكرات ما عندهاش باش تتاكل في الريستورات اللي كيمشي وليهم هما ديما وقت الغداء كتتهرب تمشي معاهم باش ما تتحرش وخسيف هو الوحيد اللي كيعرض عليها وقد ترفض بشي حجة دورات راسها وما باليها حد كل شي مشي تغدى مسحات دمعتها وجبتات بواطة من ساكها فتحاتها وهزات ساندويتش اللي كانت قاداته في الدار يالله بغى تتعض منه وهو يتخطف من ايديها هزات عينها و باليها سيف وهي تظنك حضرت راسها وقال سيف بابتسامة هارفك ديرا ريجي وعزيز عليك تاكلي هات ساندويتشات ولكن اليوم ديري ليا خاطري ويلا هيت تغدى معانا غادير قالتلو غير سير جرها من ايدها وهزليها ساكها غادي وجرها مورا وقال لها ما سوقيش غادي تمشي بالزز عليك وغادي ناخد ليك اغدم دسم ضد فيك وعلى حسابي حيث انا عارضك وما كينش اعتراض ولا غنت خاصم معاك وهي تقول له وصحابك ما غاديش يبغيو دخلو لسانسور وهو يقول سيف هادوك ماشي صحابي زملائنا في الخدمة احنا بجوش انا عندي صديقة مقربة وحدة هي انتي وعليش ما غاديش يبغيو متالان غاديرت بسمات من الفرحة وقالت ما عرفتش وهو يقول سيف ايوازي دي وسكتي تفتح سانسور وخرجوه ووصلو الباب والقاوشي اللي تمبال جوج دراري وثلاثة لبنات الدراري شافوا فيهم عادي ولبنات خنزرو في غادير محاملين هاش خسرات ليهم المعادلة ديال ثلاثة ديال كوب وقفوا حداهم ولقاوهم كي يبلانيو سيف قال فين شادينها الشاب قال كين ريستو هنا في اللخر ديال الشارع مختص في الاكل الاسيوي نمشي وليه فيه داك الشيذوين وهو يقول كل شي أوكي تمشي وعلى رجليهم حيت قريب الدراري سابقين وموراهم سيف اللي شاد في ايد غادير مطلقش منها وموراهم دوك تلاثة لعقروشات شادين النميمة البنت الاولى قالت شوفي يا اختيكي فلاسقا وهي تقول الثانية بنت الحرام كتدير ديك البراءة تعتوالو وهي قدرم من التحت لاو يعلى أوسم واحد عندنا في المجلة البنت الثالثة قالت شكو نحرض عليها من الاول ياك ديما كانمشي وغير حنا وهي تقول البنت الاولى سيف فاش مشيت نعيط عليه قالها لها ودارت عزت نفسي ورفضعت جريتو حتى وصلنا لعندكم وراكم شفتو قال لينا هنا جاي ومشي كي يجري البنت الثانية قالت يحساب لين ساشي حاجة احتبل لي جارها تكون زعمة بيناتهم شي حاجة وهي تقول اللولى ما نضنش باي نحس بها كيف خدو وزايدون ايش غديعجبو فيها شوفي البس حكي في داير البنت الثالثة قالت ديما مخشية في حوايج عراض وكاتلبس سبو باينا ما طيقاش فراسها وما عندها ما تعري وبدو البنات كيدحكوا غادير سمعات جزء من كلامهم كان سيف كيهضر معاها وودنيها سمعوا غير الكلام اللي كيف السم درها خاطرها وحضرات راسها شافت اشلابسها كلامهم اللي جاوا غير من الحسد والنقص اللي حاسين بيه في الداخل ديالهم وكيفرغوه في التعياب وإحباط الآخرين بايش هوم يحسوا بالراحة سيف بانت ليه غادير ساهية وهو يقرسها في خطها وبدأ يشد فيها ويدحكها حتى خرجها من سهوتها والكآبة اللي دخلوها لهادو كل آنسات بدات كددحكوا نسات نوعا ما داك الشي اللي سمعات سيف هو الشخص الوحيد اللي كيقدر يخلي البسمع لوجهها وصلوا للمطعم ودخلوا خداه طبلة كبيرة وخداه ليموني غادير بقاتك تشوف في الأطعمة اللي جاتها غريبة وكتشوف الأتمينة كل شي غالي جاء السيرفر كياخد طلباتهم احتوصل عندها ومع عرفات ما تقول لي سيف خدا من عندها الموني وعطاها ليه وطلب لها نفس الطبق اللي طلب هو بلا ما يعيق عادر تحت قلسوا كيهضروا على الخدمة وغادير غير كتسمع بودنيها وساكتها قال الشاب سيف سمعت شي هضروا البارح غادة تعجبك سيف قال له شنه هي هاد الهضروا وهو يقول الشاب كنت البارح مع واحد صاحبي بوليسي في واحد الهوات خدام في قسم الجريمة سيف كيسمع باهتمامه قال أهان كمت قال الشاب غير سكر وقلس كيعاود على شي جريمة كيدخل ويخرج في الهضروا قال لي كنقى وجوج درجال مقتولين بنفس الطريقة كحز حداه قال له والوعراء هي مقطعين ليهم القطيب ديالهم سيف قال له متأكد ياك ما تلقها عليك الشاب قال ما نعرف أنا قلت غير دك الشي اللي عاود لي عارفك عزيز عليك تبحث في هاد الشي وهو يقول سيف اينا مركز خدام هاد صاحبك قال لي الشاب على المركز وجابوا ليهم الأكل بعد ما كله وخلس سيف وخرجوه تم غادي وغادير بجنبو كتحمد الله وتشكره متشو هادش قدامهم حيت الفلوس ما كاملينش عندها جاتها هادرت سيف فاش قال ليهم الغدع لحسابه كيف الرحمة ما عرفتش باللي دارها على قبلها هي بالتات عارفها كتغدى ديما بوحدها في المكتب فاش كيخرج كل شي وما كتبغيش تخسر الفلوس على الماكلة وكتجيب غداها معها سيف شاب مارح ودار بالدنيا بركلة وفي نفس الوقت طموح وبغي يوصل دك شي اللي بغى بمجهوده وما كيدير الصداقات مع البنات ولكن غادير كانت عنده استفناء بلا ما يحس القارة تتقرب لها وولات من أهم الأشخاص في حياته كيبغي شوفها فرحانة وعيشة بخير ودائما كيساعدها بلا مطعيك ولحت الآن ما عرفاش باللي هو السبب تلقيها عرض من المجلة اللي خدامين فيها وما بغاهاش تعرف عارف عندها كبريام وما غاداش تقبل شفقة أو مساعدة من شي حد دك شي حلاش هوك يساعدها ويحميها بتخبير كيف الملاك الحارس وهكدا دازة ليان أحادي عند غادير اللي خدامه ونفس الروتين وسيف ما كيفارقهاش في الخدمة ديما معها أما بالنسبة لصخر الأمور متوترة هاد القضية حيراته عمره ما وحل ولا طول بحل شي قضية احتال هادي كل شي كان خدامه مستريسي وما كين حتى شي آمل أو خيط تبعوه في التحقيق وفي مكان وسط المدينة كين أكبر كازينو في البلاد كيجيولي غير النخبة ديال النخبة رجال أعمال وشخصيات تقيلة في البلاد مشاهير وحتى العصابات والمافيا كازينو فاخر بملها ليلي وفوق أوتيل فخم تابع ليه ديما الرواج والحركة كل ليلة الناس كتجي تخسر الزبابل ديال الفلوس باش تنشطوا الدوز واقتزوين وفي قاعة كبيرة عامرة بالي دايرين بهم الناس كيراهنوا وكيلعبوا باحترافية عارفين ودارسين قوانين كل لعبة هاللي كيخسر وهاللي كيربح ولكن الرابح الأكبر هو الكازينو كل ليلة كيدخل أطنان ديال الفلوس ومع ذلك الناس كترجع تراهن من جديد بالزبابل ديال الفلوس ماشي حيتمكلخين ولكن الحماس ديال أنك تفوز وتقول اللي غني بي الليلة وضحاها عامية ليهم العين وكيل البعض اللي ولا مدمن على المقامرة لدرجة يبيع اللي قدامه واللي وراه ويقمر على أمل المرة الجاية يربح وفي أخرى من الناس اللي مرفحة وكتلعب وتراهن الهدف الاستمتاع باللعبة ومهام هاش خسارة الفلوس وفي واحد الجانب من الكازينو كاينة طبلة عامرة كتر من طبال الأخرين أغلبية الناس اللي فيها رجع واقفة ورد طبلة فتاة فاتينة لابسة بدلاء خاصة بالكازينو واقفة ابتقة كتوزع الأوراق كل احترافية للمراهنين وابتسامة مغرية على وجهها كتخلي أي واحد تأيه في ملامحها ذائد على ديك النظرة في عينيها اللي كتحكز التقى والجبروت اللي في هاد الإنسان المقامرين مركزين عليها كتر من ما هم مركزين في اللعبة ومتبعين حركاتها ما كانش اللي ما فتناتوش كانت مدركة للنظرات اللي عليها ولكن هي كانت مركزة على شخص معين راجل من بين الرجال اللي في الطبلة كان في الأربعينيات مظهر وعادي لابس كوستين فاخر وكرش وخارجة شوية هاز مشروف في إيد والإيد الأخرى شاد بها وراق اللعب حتى هو منباهر بموزعة الورق لقدامه خاصة كانت كتشوف فيه الطريقة جهلاته حس بنغذة زايدة فاش عطاته الاهتمام من بين قاع الرجال اللي ضايرين بيها كم من اللعب وما هموش الفلوس اللي ختم المهم يخدر عويناته دازة تمدة وجاوقت استراحة موزعة الورق الفاتينة تبادلت مع شخص آخر ذكر وبنادم اللي تماك زعف غادرات العيون متبعينها واحتدك الراجل الأربعين تمشيت مسافة وهي الدور شافت فيه مباشرة والقاته كيشوف فيها ورجعت تلفتات غاداء وكتحك وعينيها فيهم نظرة غير مفهومة الراجل اجمع الوقفة كأنها أعطاته إشارة واتباحة حتى خرجات من الباب اللوراني ديال المبنى اللي خاص بالموظفين استراح في خطواته ويخرج من الباب وبين ليه رواق شبه مدلم فيه بولة وحدة تلفت وبينت ليه بركازة ديال القمامة وحداها لمشاش عاودة تلفت للجهة الخرى وهي تباليه واقفة بأنودة وشادة غارو بمصباحة ومتكي على الحيط قرب عندها بكل ثقة ووقف مقابل معاها بش بد بريكة دهبية كتلمع وشعل لها القرى تبسمات ليه وحطاته في فمها وجرات وجرات وش ماليش وجرات وهي تخرج الدخان جامعة شفيفها تنهده هو كيشوف حركاتها وسها حتى فيقصوتها الرقيق قالت بابتسامة مغرية شكرا وهو يقول لها على الروح بوسطها انا امجد رحيمي المحامي امجد رحيمي مت ايدو لها وقال والانيسة الجميلة شنو اسم ايدها حطات ايدها في ايدوه الزات حواجبها وبتسمات بمكر وقالت سيندي يمكن لك تناديني بسيندي هبت راسو وباس ايدها وقال متشرفين مضمازال سيندي قالت الشرف ليه ميسيو امجد قال ليها بلاديك ميسيو احنا دهبا ما بقيناش غراب عايته ليه غير امجد قالت اوكي امجد وهو يقول طال عزوينة من فمك ضحكات باغراب وهو يقول صارحان جيك من لخر شحال من مرة شفتك في الكازينو وطيارتي ليه لعقل واليوم جيت للطابلة اللي خدامة فيها على قبلك بغيت نتعرف عليك اكتر قالت بالصح انا عمري شفتك احتال اليوم وشي حاجة جدباتني ليك فرح وحت ايدو على قلبو وقال الله على قلبي فرحتيني بهاد الهضرة كنت كنت سائل كيفاش تحت فيك بهاد السرعة وقال اللي ما كان امنش بالحب والمشاعر حضرات راسها وشافت في وسطو وقالت المشاعر جاع وهو يقول كان هدار معاك من نهار شفتك وانتي شاغلة بالي واللي تمريد بيك قالت وشنو الحال وهو يقول كملتي خدمتك نمشي والشي بلاسة نكملو فيها هدرتنا ونزيد ونتعرفو على بعضياتنا قالت لا ما زال ما كملت ولكن عندي ساعتين استراحة وخاصني نرجع البوست ديالي امجد قال مزيان اش باليك قالت نمشي ونزيد ونتعرفو علش الله فرح امجد وقال اوكي يلا قالت سير جيبت موبيل ديالك لهنا وتسناني نبدي المنجي حيتي لا شافني معاك شي حد من المسؤولين غادي جرع لي قال امجد هي اللولة نمشي نجيبها مشا السيدكي جريت خلكها زينة وبقات سيندي وقفة حتى غبر وهي الدخل ومشات لغرفة تبديل ملابس ديال الموظفين هزات ساكها ودخلات للطوالات قلبات البيبان واش كاين شي حد لقاتها خاوية وهي تطرق الباب حلات الساك وجمعات شعرها ولبسات شعر مستعار اشقر حيدات حويج الخدمة ولبسات حويج اخرين لاسقين عليها وجمعات دكشي وخشاتو في الساك وهزات ساكها دارتو فكتفها وخرجات شافت بنت خدامة معها جاية ناحيتها وهي تدور وجهها دازت البنت من حداها ما تعرفاتش عليها إلا ما حققتيش في ملامحها ما تعرفهاش بشعرها هالأشقر ممشات بخطة سريعة حتى خرجات من الباب اللوراني تبسمات فاش القاتو واقف بالطوموبيل ديالو كيتسنى فيها في اللول ما عرفهاش احتقر باتليه قال ساندي قالت آه كيف جاك اللوك ديالي بقى كيطلع ويهبط فيها بإعجاب وقال ازوين بالزاف ولكن عليش بدلتي وشعرك كيف درتي ليه قالت عزيز عليين بدل اللوك على حساب القنام أما شعري غير شعر مستعار درتو حي تعجبني وبغيت نشوف كيف جاني الشعر الأشقر يك ما عندك شي مشكيل أمجد قال أبدا ليه درتيها تجي معاك سعدات هادة اللي غادي تزوج بيك غادي يكون مبرع قالت مشينا فتح لها الباب وقال مشينا ركبات وصد الباب ودار ركب وديمارة شاف فيها وقال نمشي والداري ضحكات وقالت مرة أخرى عاش بالليك نمشي والشي بلاسة أخرى حتى تصبحها لكتفوه بقعت منزله على الدراعه وهو يقول إيا فينا ما بغيتين نمشي ونمشي سين دي كتلعب في السنسلة ديالكتوة ديالها كتنزلها حتى كيبان تصدرها وكتطلحها حول تاني وقالت ما كرحتش نجيبه دورة باللوطو ونمشي والشي بلاسة زوينا في الهواء الطلق أمجد بقى متبع معها شنو كتدير وكيبلع فريقو قالت لو هي كتحرك إيدها آه كتسمعني قال أمجد آه نعت بعينيه جهد جي بي أس وقال إيه لا عارفة شي قنت كتبي لأدغاز أنا ما حافظش لمدينة مزيان قالت أنا غادي نعتليك حرك راسو بآه وهو مرفوع كيقول معه راسو أهم زوجة بها الله طلعات هدف سهل ما يحتاج شي يمتل عليها ما يحتاج شي يمتل عليها وما غاديش يفلت الفرصة اليوم يقضي الغارات خرجوا على المدينة وبقى غادي في الخلاوات وقليل فين كي يصادفوا الحديد وصلوا لحد غابة جرب الطريق وما كانش حصل باشار ووقف على طلب ساندي قال ليها أمجد علاج جينا لهنا وهي تقول هي تبغيت بدل ما نمشيه لو طيل ونلدارك نحسن شاهد نديروها في الطموبيل أمجد خرج عينيه تصدم من صرحتها وعجبه الحال قال حتى أنا مشيه ليك منش حال هادي وهي تقول عارفة قال ليها أمجد انتي باغت سالي معايا قرب الحند وجهها بغيبوسها وهي تدور وجهها بلاباقة مدات إيدها وهزات ساكها من لور وجبدات من نجوش كعنات ديان مشروب الطاقة مدات ليه وحدة وشدات لخرى شدها من عندها كيشوف فيها وهي تقول شربه غادي تحتاجه وغمزاته وقالت اليوم ليه اختك أمجد قال نشربه أمها واخه ما محتاجوش شد الكانيتة حلها وسكحها دقا وحدة حطات ديانها على الجنب وهي كتشوف فيها بكاره كمل ودهر عندها كيشوف فيها برغبة كبيرة تعليه غير إنتي نقذ عليها تقدمات عنده قلثات فوقه ووجهها مقابل مع وجهه خشى راسه في عنقها كيشمشم وبده كيبوس هي كتشوف راسه بش مأفاس احتد توقف على الحارقة شداته من شعره مغدة وحيدات ليه راسه من هرقها وهو مرخي فاقد الوعي تكاته على الكوسان ومدات إيدها جبدات قفازات جلد كحلين لبساتهم وجبدات جنوية حادة كتشوف فيها وترجع تشوف فيها حينيها ولو حمرين ودموع دايزين على خدها ونات كلها كترهت ماشي ملخوف من الدكريات البائزة اللي جوا قدام عينيها في هادة اللحظة هزدات إيديها بجوج اللي شادين الجنوية حتى وصلتهم فوق راسها وهي تهبط عليه خشاتها ليه في قلبه بدات كتبك وقالت هادي الختي جبداتها وطعناته مرة أخرى وقالت وهادي الماما وعودات تحناته تالت مرة وقالت وهادي ليه صرخات بكل قوتها وجهها وحويشها ترشو بالدم وجهها ولا كيخلع تخلط الدم على دموع ناضط عليه وقلسات بلسها تحنات عليه وحلات ليه استنسل يرسوها جبدات ليه مسائله قطعت ولين منشتر بدون ما يرفض لي هجفه جبدات بلاستيكا ودرته فيها منها عافت مواله ما تحركات فيها حتى حاجة لاحت البلاستيكا في الساق وهزات الكانيت الخوية وديك اللي ما شربعتش دارتهم حتى هما في الساق خلات وغارق في دمياته وخرجات تلفتات مباليها حد والدنيا مضلمة دخلات مع الغابة غادة بدون خوف كأنها كتسارة وسط دارهم مضوية بالبيل ديل التاليفون وغادة في اتجاه واحد كأنها دار سمني مدوث نص ساعة وهي كاتمشا حتى وصلت للجهة الخرم الغابة كانت موبيل مقنتات مماك حيدات القفازات ولاحتهم في الأرض نصلات دكشيلي لابسة وجبدات بيدو صغير ديل البنزين من الكوفر أخواته على الحويش ولاحت فوقهم سكين ولكانات شعلات البريكة ولاحتها عليهم وبقت واقفة تشوف الشعلة ديال العافية اللي بحالها بحال العافية اللي شعلة لها في قلبها تحرق دكشي أخوات عليه الماء أعاد غسلات وجهة وإيديها وطلعات للطومبيل لبسات عليها الجاكيتة وحيدات الشعر المستعار ودمارات ووجهة فيه واحد البرود كأنها ماشي غير دابة شوية عاد قتلة تروح خرجات للطريق السيار وولاو كيبان ولي هطو موبيلات غادين جايين قد شادة في الفولون بيد ويد خشاتها في الساكل اللي حدها جبدات البلاستيكة اللي دارت فيها قطيب الأخ اللي مات فتحات الجاجة وحلات البلاستيكة بيد وحدة وليحتو في وسط الشانتي وبقاتك تشوف فيه من المراية طومبيل اللي دازتك تبغجو مع الشانتي تبسمات وهي كتستمتع بالمشهد عاد كسيرات دخلات للمدينة وحطات الطومبيل قدام واحد العمارة ونزلت شييرات التاكسي ركبات ووصلها للكازينو دخلات من الباب اللوراني ومشات بالغرفة فين كيبت بلو لبسات زيها وكان باقي نص ساعة باش مدة استراحت هات ساني دخلوش يبنات خدامين معاها جمعات معاهم شوية حتوصل الوقت ومشات لخدمتها وفي الصباح خرج صخر من الدوش وسمع التليفون كيصوني فوق النموسية هزو جاوب وما حدو كيسمع وتعابير وجهو كيتغير العرق اللي في جبهته تنفخ بغيت ترتق اقطعو لح التليفون على النموسية وانطر الفوطة ولاحة في الأرض ومشا دخل غرفة الملابس البسح ويجو ومشا طاير كيف عادته ما كيعرفش شنا هي سوق بشوية وصل مكان الجريمة خارج وكيصفر جاتوا بحالي لشي حد كيلعمها كيقول ليه شدني إلى قديتي نفس الجريمة راجل غارق في دماياته مقتول في المقعد الأمامي للسيارة ونفس عدد الطعانات وسلوب واحد وقاتل واحد اعطى الأوامر للفريق وكل مشا يدير خدمته واركبهم شنيشا للمركز اجمعهم العقيد وداروا جدي معه وقال الضحايا اللي ماتوا ماشي ناس عاديين والضغط بداك يجي من الناس اللي الفوق باش يتم القبض على المجرم في أقرب وقت قال وحد الضابط كنظني لتكلف كتر من فريق واحد بالقضية غادي يكون أسهل علينا نلقيه القبض على المجرمين صخر خنزر فيه وقال باستهدام ما لكم محن شدها انتاقاع وحلها الراسك ما قصدش هكاك غير هو قاطعو العقيد وقال صافي سكتنا أنا كلفت الضابط صخر بالقضية وأنا طايق فيه في كفاءته كانت منه ما تحشمنيش مع الناس اللي متابعين هاد القضية صخر وقف وقال من لخة تقرير اللي شفته داب على الضحايا في مسرح الجريم نفس طريقة القتل ونفس عدد الطعانات ولقينا في تحليل الدم ديالهم منوين يعني حتى كيف يفقد الوعي عاد كيتقتله داك الشعلاش ما كيناش مقاومة من الضحايا وتقتله طعلا شاف الضابط اللي هدر قبل ودار حركة لمقص بسباعه وقال والحاجة المتيرة للاهتمام هي تقطع ليهم ديالهم في الحالات بتلاتة مقطوع وما كينش في مسرح الجريمة يعني القاتل ديالنا عزيز عليه ياخد معاه سوهونير الضابط جمع رجليه لا إراديا فاش اسمع حضرة صخر وقاع الرجال اللي تمه طلعت معهم تبوريشا من لي سمعه تقطع ليهم القضيب ديالهم ضرهم خاطرهم صخر دار ابتسامة صخرية على وجههم مستمتع بردود أفعالهم اللي باين على وجههم وكمل هاضرتهم قال هناك نواجهه قاتل واحد قاتل متسلسل حافظ صوارين كيدرس الضحية عاد كينفت جريمته درنا خطأ في اللول لأننا ركزنا على القاتل والنتيجة موصلنا الوارو لأن أول خطوة باش توصل للقاتل خاصك تعرف دافع الجريمة والدافع كيجي من الضحية علاش دك بنادم اقتل هاد الشخص وحنا عندنا ثلاثة ديال ضحايا يعني خاصنا نبحثه في حياته لأن أول خطوة باش توصل للقاتل خاصك تعرف دافع الجريمة والدافع كيجي من الضحية ليش دك بنادم اقتل هاد الشخص وحنا عندنا ثلاثة ديال ضحايا يعني خاصنا نبحثه في حيات الضحايا وشنا هو القاسم المشترك بناتهم حتى استهدفهم القاتل وهاد الشي اللي ناوينا نديروه أنا والفريق ديالي والمجرم وذير على إيده قال غادي نشده هي غادي نشده العقيد قال بافتخار هاكدا نبغيك أولدي أنت فعلا بينتي أنك ولد الجنرال إسماعيل أكيد غادي يكون مفتخر بيك السخر غير انتقليه اسمية بباه تكحل بالعمل هينيه ولا وحمرينه ولا كيصوت بحالة طوال قال كنضن بليل اجتماع سانع وخرج زاعب كيتمشى بسرعة حتى دخل المكتب ديالو وهزرج لو ضرب المكتب حتى قلبه باللي فيه الجيهة الخرا هزقار روش حلوب دكي كمي غادي جاي في المكتب من كترة ما ضبط أعصابه والأحمر كيف ما تيشع مشا عمر المكتب عند السخر ودخل بعد ما دق قال الشاف علش ما قلتيش ليهم على الكازيون السخر كان كيشوف شي ورا قدامه وقال داك شي اللي خصهم يعرفوه رح قلتوليهم وهزرسو شاف فيه وقال من هنا القدام تحركوا بحذر الدائرة عامرة في رعا وانا ما بغيش تفاصيل القضية يخرجوا مفهوم؟ عمر قال له مفهوم سخر كل في الفريق يبحثوا في تفاصيل حياة الضحية التالتة واللي هي المحامي أمجد رحيم القاوب اللي في الآوينة الأخيرة كان كيتردد على مكان واحد بكترة اللي هو كازينو رينو ومن اللي بحثوا حول الضحايا الأخرين تاجر يوسف الصديق والقادي المتقاعد كريم العالم القاوب اللي حتى هما كانوا كيمشيوا لنفس الكازينو مرة مرة أخيراً لقوا رابط بين الضحايا الثلاثة والكازينو هو نقطة البداية في البحث على القاتل سخر خلى هاد المعلومات بينه وبين فريقه معزيش عليه اللي يدخل ليه في شغله وكي بغي يتحرك حسي مستي وبعد أسبوع كان واقف كي يشوف اللافتة دي الكازينو الناس داخله خارجه غير الناس الملعقين غير الناس الملعقين باينة من ملابسهم الرسمية الغالية كانت لحداش دياللي ادخال بخطة تابتة كيتمشوا عينيه كيدوروا في المكان كيبانوا ليه طبالي عامرين مقامرين مركزين على اللعبة كل راجل مقلس حداه مرم أنقا ممكن تكون زوجته لعشيقته أو مرافقة كل شي عن المظاهر والبريستيج كيراقب عينيه ودماغه وخدان تلفت لواحد الجهة وشاف باب كبير لونه دهبي واقفين قدام وجوج حلال في كل لف جهة تمشى ناحيته وقبل ما يهدر شي واحد فيه حيث الدخول بالدعوة اجبد الشارة دياله وخشاها في وجه واحد في هادوك بعدو من طريقو ودخل ما حدو كيقربو الموسيقى كدعلا والأدواء مالية لمكان بوات مزداحم على أنغام الديتجي في أب الناس كيشطحو شباب وفتيات ما كي نغير العراء والتعباس تاجه الوحد التبلح دا المسرح فين كيكونوا العروض وتسرح فوق فوتاي ونشر إيديه التك على ظهره غير مبالي بالمناظر اللي دايرا بيه جي السيرفور وخدات طالبه ورجح هاز قرعة الويسكي في طاسة ديال التلش وكيسان حطهم في الطابلة وعمر ليه الكاس ومشا هاز صخر الكاس شرم منه جغم ورجح التك على فوتاي شوية وقفات الموسيقى والناس مشاوش دوبلايس هون لأن العرض المترقب والمهم اللي الأكترية جعل قبله وصل وقته اطفاوا الأدواء وبقات إضاءة خفيفة وشعلات الإضاءة فوق المسرح اللي كانت أرضيته كتبري بحال لا إلا مقاد من الزاج ووسطه عمود لاصق في الأرض تلقات الموسيقى هادئة وفي نفس الوقت متير الكل من تابهوا كيتسن العرض ومن بينهم صخر خرجات كتتمشى بطريقة ساكسي رجال قدام رجال الخصر كيتمايل ولابساته بياس من شبكين في الكحل حتى وصلت حدا العمود كل شي كان متحمس يشوف العرض الحصري الأحسن راقيصات العمود في العالم جات من لاس فيغاس فين كانت تدير عروض كلها لها والطلب عليها بكثرة اللي شاف العرض ديالها كيعاود يرجع رقصها وحركاتها كتسلب عقول الناس خاصة الرجال بدأت في تأديات الرقصة وعينيها على بناصة وحدة تلو في الشخص اللي قدامها ومطبع معاها ووجهه ما فيه حتى تعبير غمزات وتبسمات وهي تشد في العمود وبدأت كتير حركات مغرية بسلازة كتلو بحال ليلة ما فيهاش العدعم هي طول هاد المدة وعينيها على صخر كأنه الشخص الوحيد اللي كي شاهدها دارت في الرجال حالة غير حالين في بامهم وبعد عشرين دقيقة سالات العرض ووقفات كتلقت تصفيق الحار وكلمات الغزل من هنا ومن الهين غادرات المسرح ورجعات الموسيقى والناس ناضوا يشطحوا كان صخر كيشرف في الكاس الثالث وباقي مسحصح ما كيشتش فيه المشروب على الإطلاق سمعت صفار وتلفت وشاف الرجال متبعينها بعينيهم وهي مبتاجها لطبلة صخر وصلت عندوه وكيشوف فيها من رأسها لرجليها بشوفات ما مفهوميش قربات منه اكتر وقلسان دورات ايديها على عنقه أما هو جامد مدار حتى ردت فعل هو ما تجاوبش معاها وهي تقول له توحشتك صخر جاوبها وهو مع الصف نوضيت قاعدة وقلسي في بلاستك ديك ساعة نهضره قالت إلينا غير خليني رمي محشاك وهو يقول نوضيت قاعدة طارت ووقفات وهي تقلس بجنده وشدات ليه في ايده وقالت حبيبي بنمت على الصباحة فاق سمح ليها انطر ايده من ايدها وقالت شوفي دوك الحركات ديالك خليهم عندك قبل ما تبقى يديري هكا راني حافظك قالت شو ما عليك عام هذا ما شفتك كنت غدا نموت ومن لي قلتي لياجي لحت كل شي وجيت عندك كنجري قال ليها صخر ما تعاوديش ليا قصة حياتك انتي عارفة علاج حي التحليك ايدان قبل ما يمشي بالك بعيد قالت واخاهاكاك فراح تحيت غدا نشوفك من جديد ما تصورش فاش مشيتي وخليتي كنت غدا نتصدت استخر قال إلينا جمعي رازك شوية وركزي معايا راكي عارفاني مزيان قالت اسمح ليه ما يكون غير خاطر وهو يقول قربي عندي وبالفرحة قرباته لسقات فيه وحطات ايدها على صدرو اللي باين من صداف القاميجة اللي محلولين سخرت عصبه قال قلت قربي ما شيت تخشي فيها هز ايدها وحيدها على صدرو تحنى على الكاس ورجعت تكه على ظهره ولا يحيد من وراء إلينا تحضر شوية وقرب لحدا ودنيها وهدر بصوت كي يبورش الحق انتي هي عينية ودنية في هاد المكان جبتك لأنك أنسب شخص واحتى حد ما غادي شك فيك ركزي وردي البال الصغيرة والكبيرة الكازين وهاد الهوات بغيتك تحفظيهم شكونك يتردد على هنا ما تزق لي حتى حاجة إلى بالك مشبوه حطي عليه العين وعلميني بأي تفصيل وأنا مرة مرة خدي نجيل هنا مات باللي صخر جاب هالخدمة فقط حسيت بخيبة أمل كبيرة وهي اللي تخلات على خدمتها كأشهر راقصة في لاس فيغاس وجات على وده قتموت على الترابد رجلي من نهار شافته في فيغاس عامين هادي كان في مهمة وجات قدامه دووذ معها قاع هاديك المدة اللي قلس هاتم معك ونهار كمل شغله رجع بحاله حتى بسلمة ما خسرهاش عليها وهي ما قدراتش تنساه وجاته قلبات على عنوانه وطلقه من جديد دووذو أشهر عايشين مع بعدياتهم زادت عشقاته وقرات تسمح في كل شي خدمتها وفي بلادها حتى لنهار ستمها وقالها أنه باغي ينهي العلاقة ترجعته ما يخليهاش وتكون تحت رجليه واللي بغاها هي اللي تكون ولكنه رفضت ووضح لها بكلام جارح أن علاقتهم ما عندهاش مستقبل وهو ما كيفكرش في الارتباط ولا في الزواج نهائيا مشاق وخلاها في حصل وحزن ما لهم متيل هزيت رأسها ورجعت لأمريكا لعله وعاست قدرت نساه ولكن وعا داز عام ورجعت لرقتها وتشهرات كتر وخدامة في أحسن بواد في لاس فيغاس ولكن غير تصل بها صخر فرحتها نساتها كل شي وجات كتجري بدون تردد كانت ساهية كتفكر في ذكرياتها معا وحش هالي حتى قفضها صوي قال سبحان الله واش سمعتي اش قلت ليك ولكنت كان حاجي لراسي قالت الله سمعتك وغادة ندير اي حاجة طلبتها مني غير ما تبحدنيش عليك مرة اخرى قال هاد الهضرة ماشي وقتها دابا وقب وهي تقوله إلينا فين غادي خليك معايا شوية إلا ما عجبكش هنا انطلعوا الجناح ديالي الفوق استخر قال من لي نبغيك أنا غادي نجي عندك امشى وخلاها واقفة بتبعاه حتى خرج من الهوات داز من حد الكازينو كيشوف بعينيه بنادم كتير والدنيا عامرة كيتساءل مع رأسه زعم القاتل اللي كيقلب عليه وبغي يشده أكتر من أي حاجة أخرى غايكون هنا ممكن زعم يكون قريب وقدام عينيه وهو ما عنده حتى شي فكرة كيف داير هاد الأفكار كتطور في رأس سخر وهو خارج من باب الكازينو حس بشي حاجة خبطات فيه وطاحت حدر رأسه كتباليه فتاة بجسم صغير وشعر أسود كتتقلم شادة فرجليها اللي تلوات من قطر الطيحة هزات عينيها الوازعين وشافت فيه اسهاف عينيها اللحظة ورجع الوعي بد إيد دوليها وشدات فيه ووقفات قاد الكعب فرجلها وهي شادة فدراعه خبط عينيه كيشوف فيها شادة فيه وعاود شاف وجهها وهزات رأسها وردات شعرها ورودنيها وتبسمات كانت ساندي قالت ماخسي شكرا لحيتعاون تيني واسمح لي يا خرجت فيك كنت مزروبة ومن تابعت صخر بقى كيشوف فيها وقال ماشي مشكيه بتاسمات ليه وتحركات كتعرج برجلها وهو بلا ما يشعر تلفت وبقى مقابلها حتى دخلها دار عاقد حشبانه وخرج هزته موبيل ورجع للمركز وبعد يومين كان جالس في المكتب ديانه خدان اسمحت دقان ودخل البوليسي قال شاف واحد السيدة بغى تشوفك صخر كان وعينيه على الوراق قال واش كان بالليك مسالي شكون هاد السيدة الشرطة بدك يتفتف وقال ما عرفتش قالت زميتها إلينا صخر خبط الوراق مع المكتب وشاف فيه شوفها ديان القتيلة وقال دخلها خرج الشرطة بيزدربة وتوجه عند إلينا اللي واقفة ولابسة من غير هدوء اللي داز كيبقى حال فمو فيها وقال لها الشرطة تدخل عنده ومشاه هو لشغالاته حلات الباب وبال لها واقف عاطيها بالطهر قربات عنده وعندقاته من ظهره ودورت إديها على خسره وقالت حبيبي توحشتك حيدليها إدها بالجهد وعطاها تصرفقة بالطهر إده حتى داخت ما عرفت ميش تبنات شدت فحنكه ودموحها بضي تقدم عندها وشدها من فكها مزير وكيهضر من تحت سنامه يا قلت ليك ما تتحركي لهاك ولا حكا حتى نقولها ليك مالكي بكلخا إلينا بدت كتتغبن وقالت جيت باش نشوفك وجبت ليك شي خبار سخرت فحا وقال إلي عندك شي حاجة تتاصلي بيا ليش جايحت لهنا واش كتديري الإشهار قالت ما قصدتش والله تصلت بيكش حال من مرة وما كتجاوبش قال إلي ما جاوبتش سيفطني صاش واش أنا غادي نقريكش تديري بالحرف قالت اسمح ليه وهو يقول مردتيني بها تسمح ليه يالله تلقيني إلينا مسحة دموحة ومشات قلسات فوق المكتب قابلة معاه وقالت هات الأيام اسمعت شي هضرة كنت قلسة في البار وسمعت شي رجال كيهضروا على الطابق السفلي تحت الكازينة تماك غرفة سرية للمقامرة كتقام فيها اجتماعات بالناس مهمة قال لها صغر أه ها كملي وهي تقول هات شي اللي عرفت لحد الساعة المترجمات يا أهل ترجمة نانسي قنقر هاتي ادعوني هاتي 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 ترجمة نانسي قنقر